احتفل سكان قليم قيرا بالذكرى السابعة والخمسين لاستقلال البلاد وسط حضور كبير من سكان المدينة والسلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية حيث ترأس المناسبة حاكم قليم قيرا محمد علي حصب الله تقرير سيد أحمد حسن العيد شعور مشترك خاصة إذا كان يشمل كل المواطنين بغض النظر عن العمر والعرق والدين والمعتقد وعليه فإن سكان إقليم قيرا تجمع عدد كبير منهم بمدينة منغو حاضرة الإقليم لاسترجاع ذكريات ذلك اليوم الذي يصادف الحادية عشر من أغسطس ذاك اليوم الذي فيه استنزعت الحرية والاستقلال من يد المستعمر الفرنسي الغاشم مرسيم الحفل كالمعتاد استقبال حاكم الإقليم محمد علي حصب الله الذي يمثل السلطة العليا بقيرا ومن ثم وضع إقليل الزهور على قبر الجندي المجهول لتسمع بعد ذلك وقع أقدام الجنود البواسل في مسيرة تكاد تهز الأرض هزة بداية بالمحاربين القدامى والشرطة الوطنية والدرك الوطني والكوموندوس والجنود الروحل الذين لقوا هتافات وعبارات وطنية تلخص الفرحة بهذا اليوم الحادي عشر من أغسطس يوم تاريخي لكل التشادي بغض النظر عن المسميات التي يتشدق بها عدم الوطنية وضعفاء الضمائر بهدف مراقبة الأسعار في الأسواق مدينة بلتن نظم مسؤول بلدية بلتن حملة واسعة شملت أسواق المدينة بهدف حس التجار لتركي ظاهرة رفع الأسعار بشكل غير قانوني مع بداية موسم الخريف ترفع أسعار المواد الاستحلاكية بأسواق مدينة بلتن حاضرة إقليم وادفرة إضافة إلى الاحتلال غير المنتظم بالأسواق وجراء هذه الحالة جاءت فكرة تبني هذه الحملة التي استعذفت تجار بالمنطقة سيما أسوقين الرئيسيين بالمدينة حملة جاءت لحس التجار أنمضى ضرورة عدم رفع أسعار المواد الاستحلاكية التي اتخذها التجار مكسب رزق أثناء موسم الخريف بشأن مضاعفة الأربع الدافع من هذه الحملة على حد قول عمدة مدينة بلتن حبيب الدود هو عدم رفع أسعار المواد الاستحلاكية من قبل التجار حيث هذه الظاهرة أصبحت تتكرر من حين لآخر خاصة مع بدء موسم الخريف كما أن عملية احترام وحدات الكيل والميزان باتت شبح معدومة في الأسواق إلى جانب العشوعية التي تشحدها أسواق مدينة بلتن مما لا يتوفق مع سياسة الحكومة الحدفة إلى النضال ضد غلاء المائشة مناشتنا التجار إلى التخلي عن التزايد غير المبرر عن الأربع هذه السانحة كانت فرصة لمسعولية البلدية لتقديم عدد من وحدات الكيل والميزان لبعض تجار السكري والطحين والغلال بأنواعها المختلفة